عزيز محمد الباز للحديث عن الأرقام النهاردة للنادي الأهلي ونادي أمبي منورنا محمد كل سنة وانت طيب مساء الخير كتنائي من نور حضرتك كل سنة حضرتك طيب والسادة المشاهدين وعيد سعيد ان شاء الله علينا جميعا يا رب ان شاء الله حزيز ايه الأرقام بتقولي النهاردة الأرقام بتقول طبعا نحن قدام خصم ماشي بنتائج يعني تقدر ندر نقول ان هي فيها يعني استقرار بشكل كبير اه فيه تغيير مدرب اخر خمس مباريات طبعا كابتن سيد ياسين تولى المهمة في اخر خمس مباريات اتنين فوز واثنين تعادل وخسارة وحيدة امام الاتحاد حتى كان قبلهم قبل الخمس مباريات مع كابتن تامر طبعا كان فيه خسارة ام الاتحاد فيه طبعا كسر ربطة ويعني بندر نقول الخمس مباريات الاخيرة الشكل تغير الأرقام بتقول ان ان امبي بدأ يلجأ الى الشكل الدفاعي اكتر والكاونتر اتاك اكتر يعني نبص على احصيات كل الخمس مباريات كابتن ايمن تورينا وتوري وتشرح ان الكاونتر اتاك كبير بنلعب خمسة اربعة واحد خمسة تلاتة اتنين غير الشكل اللي كان بلعب عليه مع كابتن تامر بالكده تلاتة اربعة تلاتة او حتى باربعة تلاتة تلاتة او يعني اربعة اتنين تلاتة واحد فكان فيه شكل هجومي مختلف طريقة اللعب وتغيير طريقة اللعب تعكست في الأرقام فاتضح في اخر خمس مباريات مع الكابتن طبعا سيد ياسين ان المعدل التهديفي قليل يعني نتكلم على اربع اهداف في خمس مباريات تستقبل تلات اهداف عنده تلاتة شباكة نظيفة وده اللي بيعكس ان فريق بقى دفاعي صلب اكتر بيعتمد طبعا على الاثنين سرد بكات اللي لهم دور كبير جدا بالارقام يعني كلوشة واصبيحة كابتن ايمن من اكتر ناس المساهمة يعني طبعا اوفا المهاجم بتاعهم من اكتر اللعبة طبعا مساهمة في الهداف جابه اربع اهداف واحد اسست وانا بتكلم على اتنين سرد بكات لهم مساهمة تهديفية كبيرة متكلم في اربع مساهمة تهديفية لكلوشة مثلا سرد باك بالرجل الهدفين واثنين اسست الارقام بتقول لنا طبعا مع دويدار مع الرابط ما بين نص الملعب حتى والهجوم بتحوله طبعا لتلاتة اربعة ثلاثة في حالة حياسة الكورة الارقام بتقول لنا ان في عندهم اكتر مفتاح لعب علي فوزي الباك اليمين بساهم بشكل كبير جدا في الناحية التهديفية ايضا وصناعة اللعب من اكتر اللعب عندهم في صناعة اللعب وصل لمعدل اربعة وخمس اسست او تمريرة مفتاحية وده بشكل عام كده عن الفريق وطريق لعبهم مشوارهم في الدورة ازا ما احنا عارفين احنا قال فريق لعب مباريات في الدورة تمن مباريات هم طبعا وصلوا لستاشر مباراة احنا مش عاملين مقارنة يا كابتن ايمن ما بين الاهلي وامبي في المشوار الدوري ولكن بس هنستعرض ارقام فقط لان المقارنة هتكون مش فير لان عدد المباريات طبعا ولكن النص تاريبا ولكن احنا طبعا لو لو تكلمنا بالمتوسط المباراة هتلاقي الافضلية دايما للنادي الاهلي صحيح خلينا بس مع بعض تمن مباريات للنادي الاهلي وستاشر لامبي طبعا امبي طبعا بيتصدر الدوري طبعا يعني بفرق والشاركة مع الاتحاد والمصري بالزبط مع الاتحاد والمصري ولكن نتكلم في تمانية فوز عند امبي خمس خسائر وثلاث تعادلات الاهلي خمسة فوز وخسارة وحيدة وتعادل مرتين طبعا هي الخسارة الوحيدة حتى الان حتى على صعيد المشوار الافريكي الحمد لله لا خسارة ونكمل السلسلة تبقى سلسلة يعني تاريخية بإذن الله الاهداف بقى كابتن ايمن عشرين هدف في التمن مباريات اهداب معدل التهديف بتاع الاهلي وده دايما يعني الاهلي متفوق افريقيا ومحليا من ناحية التهديفية ومعدلات التهديف عندنا عشرين هدف في تمن مباريات يعني كان هدفين ونصف بالزبط يعني معدل هدفين ونصف نحية تانية تسعتاشر هدف لإكس جي عند الاهلي يصل لتلاتة وعشرين هدف بس هنا بعض نقف عند امبي تخيل امبي قد تصل لواحد واربعين هدف وده خليكا كابتن ايمن تبص على الفرص تحت يعني بص على الكاميرات المفتاحية عندهم بيوصلوا ولكن ده عايزة اوضح زي ما شرحنا في الاول ان ده قبل الخمس مباريات الاخيرة لان مشوار الدوري 16 مباريات عايزة اتكلم على 11 مباركة ده قبل الخمس مباريات الاخيرة بالزبط يعني ده المشوار معتمر مصطفى معتمر مصطفى لست طبعا خمس مباريات ولكن الخمس مباريات المعدل التهديف وصناعة الفرص كان اقل لان هما احرز اربع اهداف في خمس مباريات. ولكن هنا بنتكلم على إجمال الفرص. فرص كبيرة جدا. وصلت ل 8 أسست تمريرات مفتاحية 123. ومنهم يعني معدل 7 تمريرات مفتاحية في المباراة الوحيدة. الناحة التانية عند النادي الأهلي 77 تمرير مفتاحية في 10 تمرير مفتاحية أو كي باس في المباراة الوحيدة. خلينا كابتن أيمن بس عشان الرقم ما يخضناش 123 ولكن هي 7 في المباراة الوحيدة. 7 تمريرات مفتاحية في المباراة الوحدة. لنادي الأهلي عشر تمريرات مفتاحية تصل بيها أو صناعة فرص بتصل بيها للنادي الأهلي طبعا هي متفوت من ناحية المتوسط بالمباراة الوحدة. ناحية الأسست طبعا نحن عندنا خمستاشر أسست نادي أمبي تمانية أسست فقط. إجمال الفرص هو بشكل عام 102 منهم طبعا 13 في المباراة الوحدة للنادي الأهلي وده من أكتر الفرق اللي بتصنع فرص حتى على السعيد الأفريكي. ناحية التانية 8 فرص لنادي أمبي في المباراة الوحدة في الستاشر مباراة. عشان كده الـ XG عالي عندهم لأنه فريق بيوصل على فكرة. لو بصينا على حسيات الخمس مباراة الأخيرة وحتى الخمس مباراة الأبلوم دايما عندهم نسب التزديد على المرمى عالية. بيصل لـ 11 و 12 تزديدة على الثلاث خشابات منهم مثلا خمسة أون تارجت. هنا كابتن أيمن تحويل الفرص لأهداف. هنا بقى الكونفيرجن زي ما بقولك. شفنا الفرص الكتيرة دي كلها عند النادي الأهلي وعند نادي أمبي والأهداف. بيقولك أن النادي الأهلي من إجمال الفرص قد بـ 16% حولها الأهداف. أمبي 11% عندهم برضو زينا يعني شبيهة. لكن احنا عندنا الأفضلية في ترجمة معظم الفرص لأهداف. تزديدات بالمباراة زي ما كنت بقول لحضرتك 10 تزديدة بالمباراة أو بيصل لـ 11 و 12 في بعض المباراة ولكن الأفريج على الـ 16 مباراة 10 تزديدات في المباراة الـ 1.4 ترجمة بالنسبة لـ 40% الدقة. نادي الأهلي بقى بيصل لـ 15 وفيه مباراة شفناها لـ 17 تزديدة على المرمى. منهم 5 أو 6 ترجمة على الثلاث خشبات تصل الدقة لـ 33% العرضيات بالمباراة. دي العرضيات الصحيحة. العرضيات الصحيحة. يعني إحنا بنتكلم عن دي أمبي 4 عندنا 4. ولكن كابتن أيمن إجمالي العرضيات في المباراة الـ 1 عند النادي الأهلي بتصل لـ 15 و 20 عرضي. نفس الكلام عند إمبي ممكن تصل في نفس المعدل. ولكن بيشبهه بعض في العرضيات بالمباراة والدقة. هنا بيبين لنا إن إمبي عندها نقطة قوة في الكرات السبتة والكرات العرضية. يعني هنستعرض مع حضرتك 4 5 أهداف في المباراة الأخيرة. هنستعرضهم بالحالات برضو. بتودينا قوتهم بلعبوها إزاي. حتى رمية التماس بلعبوها بشكل زي كورنان. وجابوا منها مثلا هدف وبعد كده حصلت خطورة مرتين بالشكل ده. واتحد بيطاع على القايم القريب. يعني ده مباراة إمبي والإسماعيل. الصورة ممكن بتكونش واحدة. بس يدي ضربة ركنية كانت سريعة. تلعبت برضو على القايم القريب. بيطاع اللاعب يا كابتن آمن. ويطاع أطول بالهيد بيجون. مع إن بص هنا زيادة لعددها اللعيم للإسماعيل. إسماعيل أكثر. كتير جدا. بيتحركوا بشكل كويس جدا. هم في مباراة الجونة. مثلا. نفس الكلام الكرة تلعبت برضو ضربة ركنية أو من ناحية التماس دي. دي أعتقد نزلت. يعني لا دي ما كانش ضربة ركنية. دي أعتقد دي. دي مش هدف في إمبي. ده هدف في إمبي. عشان بس حركوا بنشرح الأهدف بتاعت إمبي دلوقتي عكس. يعني السورة اللي بلاكت هدف في إمبي بيتورينا أنه عندهم سوق في التمركز. يعني هم ممكن كلوش أو أصبحها في بعض الوقات الكمنيكيشن ما بينهم ما بيكونش مزبوط 100%. وده هدف شفنا لو تلعبت دابل باس أو كهر في العمر. نرجع بقى لقوتهم. زي ما نقول الكرات العرضية أو ضربات ركنية. ده ماتش طبعا سيراميكا. في من آخر خمس مشاهد. ده برضو ده عرضية تلعبت بالهيد جونة على طول. هي كانت مرفوعة من ناحية الشمال ناحية تانية يا كابتن أيمن. وده بيورينا قوتهم. يعني لو هنمرر الحالات ده ماتش طبعا برضو سيراميكا ده من هنا برضو. هنا كانت ضربة سابتة لعبت. نفس الكلام اللي هنكمل. هنا زي ما حدثت قلت كان فيه. يعني نرجع الصورة كان فيه زيادة عددية من لعيبة أيهو بالضبط نقف هنا من لعيبة سيراميكا. في يعني أربعة خمس ست. ست لعيب هناك بس تلاتة. ومع ذلك لعبوها كواس جدا. وقطع قرب وبالهيد وجابها جول. يعني نكمل برضو الصورة كمان عشان نشوف الماشات ده بتقرر. ده الامبيو المأولين الماتش يعني من الخمس مبارات الأخيرة. نفس الكلام دربة ركنية تلعبت بالهيد جون. يعني دايما حتى سواء كان ثلاثة على ثلاثة أو هما الفريق الخصم عنده زيادة عددية ولكن بيطاعوا بشكل كويس بينابوا بالقوة. تمركز اللايب هنا خاطئ جدا. آه جدا يعني. مأولين بصراحة. كانهم فراودة مش شك. كانهم ديبين. مزبوط وورا كورة خالص يعني سيبينهم ثلاثة ويعني. فده اللي احنا نتكلم عليه. يعني نفس الكلام ده مباراة الزمالك. نفس الكلام برضو الكورة دي شكل ركنية وتقطع على القريبة وجد جون. يعني حتى الجون ده داخل فعواد بشكل متكرر حتى في مباراة الأفريقية مباراة برضو شفنا. ده اللي احنا نتكلم عليه نقطة قوة امبي. من الناحية الدفاعية ونحية الاستحواز أنا بشوف ان المعدل 16 مباراة وصلوا لأفريج 39% من الاستحواز. معدل الاستحواز عندهم قليل جد. على عكس نادي الاهلي بنصل لـ 59% يا كابتن نايم. تمريراتنا احنا بنصل لـ 388 تمريرة صحيحة في المباراة الواحدة. هم عندهم 215 تمريرة في المباراة الواحدة بدقة 68% عندهم مشكلة في دقة التمريرات. الربط عندهم مش أحسن حاجة. دويدار بصراحة الراجل بنصل ملعب بينزل يربط مع كلوشة وكلوشة بلعب الكرات الطويلة بشكل كتير جدا. بالتالي احنا لو ضغطنا عليهم ضغط عالي. الضغط المعروف يعني عند مرس الكرة والنادي الأهلي. هن بيولد أخطاء ودايما بيخسروا كرة تبكى للأرقام تحت الضغط الشرس. الأهداف المستقبلة استقبله 14 هدف. احنا استقبلنا 9 أهداف. الأهداف المستقبلة المتوقعة. الـ XCG اللي هو المتوقع اللي كان يدخل في مرموهم تخيل 34 هدف. كان ممكن يدخل في مرموهم 34 هدف. هم استقبلوا 14 هدف. وده الصلابة الدفعية اللي بيجاءوا لها في التحويلات الـ 5-4-1 وكذا. يعني شباك نظيفة سبعة عندهم. احنا اتنين. هما سبعة من 16 مباراة طبعا. بالنسبة لخسارة الكرة والاعتراضات وإبعاد الكرة بيمتازوا فيها بشكل كويس جدا. ولكن زي ما بقول لحضرتك عندهم مفتيح لعب كويسة. زي علي فوزي زي كلوشة سيردباك. الرجل ده من أكتر رقميا. أكتر ناس بتساهم. وعندهم سرعات في الخط الأمام. بالزبط طبعا. أوفا بيلعب بشكل كبير جدا. مع طبعا مساعدات كبيرة جدا. بصراحة. ففي كابو كمان عند سرعات كبيرة. بالزبط كده. فهما بيعملوا الربط ده سريع. بس هما عندهم مشكلة في الخروج بكرة. حالة الضغط هتولد أخطاء. وإخصارت الكرة. استغل كل دوت. وناخد بالنا من الكرات السابتة. أو الكرات العرضية المتحركة. اللي هنه فعلا بلعبها بشكل كويس جدا. شكرا جزيلا. ولينا لقاء آخر بعد كده. بإذن الله. بالنسبة لكم كسبان بإذن الله. بالكسبان طبعا. إن شاء الله. ونخشي أجواء بقى الدوري. ويعني نعتلي بقى بسرعة الصدارة. شكرا كل سنوات طيبة حاجة.